شيريهان الأسطورة الفنية والفنانة الاستعراضية المتكاملة تعتبر مثالا حيا للفتاة الشقية التي ارتسمت بخفة ورشاقة على خشبة المسرح سرقت الأنظار والقلوب ظهرت أمامنا بشكل دائم من خلال فوازير رمضان في الثمانينيات لكنها في الواقع كانت تواجه تحديات عديدة في مسار حياتها ورغم مرورها بالعديد من المحن أثبتت في كل مرة أنها ليست مجرد فتاة حظيت بموهبة في فن الاستعراض والرقص بالتمثيل بل إنها تمثل نموذجا يحتذا به في قوة الإيرادة في ذروة شهرتها شهدت حياتها تحولا جذريا في لحظة واحدة تعرضت شيريهان لحادث مروع عام 1989 حيث انقلبت سيارتها عدة مرات بما أسفر عن إصابتها بكسور في العامود الفقري والحوض إضافة إلى إصابات في مناطق متفرقة من جسدها أصبحت شيريهان عاجزة عن الحركة ممددة على السرير في منزلها لا تلتفت إلى أي شيء سوى سقف غرفتها ومع ذلك قررت السفر إلى فرنسا عبر طائرة خاصة من أجل إجراء عملية جراحية استمرت لمدة تقارب عشر ساعات وبعدها أقامت في غرفة العناية المركزة حيث تجاوزت توصيات الأطباء بالراحة التامة وأصرت على النهود من سريرها والتحرك وكأنها تعلن للجميع عن قوة عزيمتها بعد ذلك خضعت لعدة عمليات جراحية وصل عددها إلى ثلاثين بالإضافة إلى تركيب مسمار في العمود الفقري وارتداء قميس من الجبس تحدثت شيريهان بالتفصيل عن الحادث الذي تعرضت له قالت أنه كان صعبا للغاية ومروعا حيث انقلبت السيارة عدة مرات تقول شيريهان تعرضت لكسر في الظهر والعمود الفقري والحوض وانقطع عصب القدم اليمنى بالإضافة إلى دخول العظام في النخاع الشوكي وأضافت نصحني الدكتور بضرورة إجراء عملية جراحية فسافرت إلى باريس لكونها الوجهة الأقرب وعند وصولي إلى هناك أخبرني الطبيب الفرنسي أنه لا يوجد أمل في استعادة القدرة على الوقوف مرة أخرى قام بإجراء العملية بالتعاون مع طبيب مصري وطبيب آخر من ألمانيا استمرت الجراحة لمدة 9 ساعات ونصف وبعد ذلك أمضيت يومين في غرفة الإنعاش في الفترة التالية قضيت 6 أشهر مربوطة بالحزام والخراطيم التي تمتد إلى مختلف أنحاء جسمي وكنت أعاني من آلام لا يمكن وصفها بسهولة بعد ذلك بدلت جهدا هائلا للوقوف والحركة خضعت للعلاج الطبيعي لمدة 6 أشهر وقضيت حوالي سنة في السرير وفي العام التالي تعرضت لكسر آخر في الظهر وسافرت مجددا إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية وقد استمر العلاج لمدة عام إضافي وبعد ثلاث سنوات عدت إلى مصر عام 1993 عادت شريهان لتقديم الفوازير كذلك قدمت مسرحية شارع محمد علي التي تضمنت عروضا استعراضية وقد تألقت بشكل لافت بعد عودتها ونالت تكريما من مهرجان الإسكندرية للسينما عام 2002 لدورها في فيلم العشق والدم ويبدو أن آلام المرض أصرت على الاستمرار في جسد شريهان حيث أصيبت في مطلع الألفية الجديدة بسرطان الغدة اللعابية اضطر الأطباء في هذا السياق إلى إجراء عملية جراحية لإزالة عظم خدها الأيسر وعلى الرغم من محاولات المقاومة والتحمل استمر المرض في شن هجومه بقوة اكتشفت شريهان إصابتها بالسرطان في الرابع والعشرين من سبتمبر من عام 2002 كانت نسبة الإصابة بهذا النوع من السرطان نادرة سافرت إلى فرنسا لإجراء جراحة خطيرة لاستئصاله من الجانب الأيمن لوجهها وقد استغرقت الجراحة ثمانية عشر ساعة متواصلة تم استبدال وعضلة الخد الأيمن والغدة اللعابية وخضعت بعد ذلك لعدة عمليات تقارب المئة في تلك الفترة تأثرت عزيمة شريهان تغيرت ملامحها وزاد وزنها إلى أكثر من مئة وعشر كيلو كانت تسير في الشارع دون أن يعرفها أحد وبعد تعافيها من كل مشاكلها الصحية وخروجها ناجية منها قررت شريهان مجددا استعادة رونقها وجمالها بدأت في زيارة الأطباء من مختلف التخصصات وذلك بهدف الانتصار من جديد والعودة كنجمة رشيقة ومبهجة في الثامن والعشرين من يناير من عام 2011 ظهرت شريهان من جديد مشاركة في الثورة وانضمت ابنتها لؤلؤة إليها حيث اعتصمت في ميدان التحرير يؤكد كل من يعرف شريهان أنها شخصية مقاتلة لا تعرف الهزيمة وهي لم تفقد إيمانها بالله وعزيمتها القوية ورغم ابتعادها عن الفن منذ عام 2002 إلا أنها عادت إلى الشاشة عبر إعلان لإحدى شركات الاتصالات في رمضان فرأى الجمهور نجمتهم المحبوبة بعد الإفطار كما كانوا يتذكرونها في الماضي أخيرا كانت عودة شريهان إلى الساحة الفنية عبر ظهورها في مسرحية كوكو شانيل التي نظمتها شركة خاصة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة